عشنا أيضا المراحل كيف كانوا يتيروا في عبض الله بالمروحيات في الريف 1858 بالدبابات والمروحيات في الشوارع الدار البيضاء في 1865 و 1881 هذا شيء الذي وقع من مجازر في الشمال ومراكش في 84 وفاس في 1990 الآلاف من الضحايا من الإبرياء العزال البوليس السري لا ديستي لا ديستي لا جاد دوزيان بيرو ديال العسكر إلى آخره ولكن هذا شيء غير جزء من الترسانة العامة اللي فيها البوليس بمختلف الأشكال يلولي كينهز العدد ديال العاملين فيه الرسميين حوالي 90 ألف المخازنية حوالي 50 ألف الجدرمية حوالي 70 ألف الجيش تقديرات كتمشي من 200 حتى 310 ديال الألاف بالإضافة للعمال والقياد والدياجة ديال العمالات والمقدمين والبرقاقا والمندسين وكذا غير هاد الإعداد هذي كتشكل النص ديال الوظيفة العمومية بلا ما نزيدوا عليهم القوضات وحرة السجون وغيرهم ومن اللي كنشوفوا النص ديال الوظيفة العمومية يعني أكتر من الربع ديال مناصب الشغل اللي كان في القطاع المهيكل وكتستمر فيها تلوت ديال الميزانية ديال الدولة منتا نظره على الأمن ومن كان دروه بالخصوص على الشرطة الشرطة هي الوجه ديال الحكومة من كت تخرج الزنقة فين كتبليك الحكومة فين كتبليك الحكومة فين كتبليك الشرطي فبمعنى أخر أن التصرف ديال هذيك المؤسسة هو اللي يعطيك يعطيك القيس وش هادك وش هادك الدولة وش كيف هذيك التعامل مع المواطنين دياله وش ديمقراطية وش تتحترمهم وش ما تتحترمهمش إلى أخيره فبتالي من هذا الباب هذا الاهتمام بالمؤسسات الأمنية من هذا الباب هذا يعطينا إحنا كفاعلين وكنشاطاء وكمحللين يعطينا واحد الوسيلة لكي نعرفوا واش فعلا هذا الكلام الجامعي اللي كيقولوا أنه كانت ديمقراطية وهذا وذا كنقولوا مثلا ما كانت مشكل غدا نشوفوا كيفاش الأمن كيتتعامل مع الناس هذه كلها رخصة تخساز في العمل ديال الأمن إذا كان الأمن كيف يكفع يبض الله وكيف يحترف حقوق ديالهم وكيف تلك الأعراض ديالهم وكيف تقولوا نرى خرافة فبتالي هذه مسألة بديئة للإنسان خصوصي تستحضر هو أنه إذا بغي يقيس الطبيعة الأخلاقية ديال واحد الدولة خصوص يشوف شرطة ديالك كيفاش التعامل مع الناس تاني شيء هو أنه باش باش ما نهدرو شيء في الأخوة نهدرو شوية عشنا هي المعايير المتعارف عليها مليكا نهدرو على المعايير حتى الأعراف مليكا نهدرو على جهاز أمني أو الشرطة في إطار أو حتى الجيش ولكن هناك نهدرو بالخصوص على الجهاز الأمني مليكا نهدرو على في إطار ديبقراطي كان واحد الأعراف لكل شيء متفق عليها لخاصة هذا الأمن هذا وهذه الشرطة خاصة تكون في الفلسفة ديالتعامل دياله أول شيء هو أنه عكس ما البعض كيفهم ويقول هو أنه الشرطة أو الأمن تعطي الأولوية الأفراد المجتمع مشي للدولة كيستجب أولاً للمجتمع هو كينفع المجتمع وكينفع الأفراد أولاً قبل نسلهما في الدولة تانياً تستجب القانون ما كيستجب شيء للحكومة هو أول شيء الذي يحكم التحرك ديال الأمن هو القانون هو ماشي ما تقوله الحكومة أو ما تريده الحكومة أول شيء هو القانون هذا الجانب الثاني الجانب الثالث هو أنه الأمن يجب أن يحفظ حقوق الإنسان وبالخصوص تلك الحقوق التي عندها أكبر أهمية لتواجد ديمقراطية بمعنى آخر حرية التعبير حرية التجمع إلى آخر إلى آخر هذه المسائلة هذه خاصة تكون عندها الأولوية في العمل ديال الشرطة باش تحفظها وأخيراً المسألة ديال الشفافية خاصة العمل ديال الأمن خاصة يكون شفاف دولة القانون وهذا الشي اللي قلتي قبيلا كي ينضبط القانون قبل ما ينضبط التعليمات وما يمكن لوش يقبل تعليمات اللي ما جاياش في نطاق القانون وهذا يعني الدولة المغربية أقرت به في تقرير ديال هيئة الإنصاف المصالحة اللي تكلم على الكوارث اللي كانت للأسف وقفوها فقط في 1990 وتعودوا تعني فقط في النهاية ديال الحكم ديال والحياة ديال الحسن الثاني وما أعطوناش مؤشرات على التطور اللي كان من بعد المشاركات كلمت عليها التفاعلية يعني أنه ما شي غير كي يطبق قانون جامد بل كيتفاعل معه واقع والنجاعة كمضان بي أن النجاعة مهمة لأن الكلفة ديال المنظومة الأمنية مسألة مهمة بنسبة خصوصا البلد اللي لإمكانيات دياله متواضعة واللي كتشوف يعني أنت إذا كان عندك دار كيمكن تدير لها أساس وكيمكن تدير لها دي سيستام دي كاميرا وكيمكن تدير لها دي يعني دي بروتكشون وكيمكن تدير لها البوليس أو الحراس بالخلاف إلى آخره هذا إذا أعتبرت بأن عندك شي حاجة اللي غادي تحميها وفي دوره وفي اللي تقتضي الحماية هذا هو الاستثمار العقلاني غادي تقول بو غادي نخص مثلا جوش في المئة من الدخل ديالي أو لخمسة في المئة الأمن إذنك المنظومة الأمنية بمعناها الواسع في المغرب طرحة مشكل كبير جدا ديال النجاح قلت إلي شنو الأجهزة أنا بالنسبة لي يعني اللي كان باين في واحد المرحلة هو كنا كانت نتكلمو على الكبعان وعلى البوليس ديالستيام من بعد ولينا كانت كلمو على البين بيجي اللي كانت هي اللي مكلفة في وقت البوليس السري لا ديستي اللي والله من بعد لا ديجيستي لا جاد ديزيان بيرو ديالعسكار إلى آخره ولكن هاد شي غير جزء من الترسانة العامة اللي فيها يعني البوليس بمختلف الأشكال يقول لي كينهز العدد ديال العاملين فيه الرسميين حوالي تسعين ألف المخازنية حوالي خمسين ألف الجدرمية حوالي سبعين ألف الجيش تقديرات كتمشي من مئتين حتى ثلاث مئة وعشراء ديال الألاف بالإضافة العمال والقياد والدياجي ديال العمالات والمقدمين والبرقاقا والمندسين وكذا غير هاد الإعداد هادي كتشكل النص ديال الوظيفة العمومية بلا ما نزيدوا عليهم القضاة وحراء السجون وغيرهم ومن اللي كنشوفوا النص ديال الوظيفة العمومية يعني أكثر من الربع ديال المناصب الشغل اللي كنا في القطاع المهيكل وكتستمر فيها ثلاث ديال الميزانية ديال الدولة لذا كنا نفهمو بأن إلا كنا عائلة اللي غادي تستمر من أجل الأمن ديالها الثلاث ديال ديال الدكش اللي كتديرو في ميزانيتها بمعنى أنه راحنا فوضعيا اللي فوضعيا من ناحية ديال الكلفة الملاحظة أنه كان فعلا واحد الاتجاه نحو خلق امتياز مادي ومعنوي عند الناس ديال الوظيفة العمومية مقارنة مع بقية المجتمع وعند الناس ديال الوظائف الأمنية والقنعية مقارنة مع البقية ديال الوظيفة العمومية ولكن هذا كيقتضي على الأقل جوج ديال الملاحظات الأولى هو أن الناس اللي مكلفين بالأمن في الغالب المهنة ديالهم كتقتضي واحد درجة ديال الضبط واحد درجة ديال الانضباط وديال الحضور اللي قاهرة وخصوصا مع السلوك اللي كيكون أهوج أحيانا ديال الدولة المغربية من اللي كي يجيوا يعني يوقفوهم في سيرفيس ديال تروفواويت ولا كاتفواسيس كيبقوا بالتناوب تقريبا ما كيينعش باش يرجع أو تاني السيرفيس اشتاوا البرد والمخاطر وغيرهم الأمور ودوك جزء من المداخل ديال اللي كيتمعيشوا بها شي شوية هاد الناس هادو هي دك التعويض على المخاطر والتعويض على الإتعاب وغيرهم الأمور اللي كيمكن تكون عندها مشروعية الملاحظة التانية هو أن الدولة المغربية كتتعامل مع العموم المتفاعلين معها ماشي بالمنطق ديال القانون الشفاف والمتساوي واللي ينطبق على الجميع بنفس الدرجة كانت تطبقه أولا بقدمان تقريب من المركز قدمان تايا عندك حضوة وتانيا الحضوة ما كتمرش بشكل الرسمي وشفاف والمتساوي بل بأنت كتعجبتي قاعدين نعطيك وهذا هو اللي من اللي كنشوفه مثلا التوزيع ديال الأراضي ديال على خدام الدولة أو لا على البرجاجا أو لا القريمات ديال يعني ديال البيران ديال التاكسيات ديال الطبسات ديال كده كلها كتمشي إما الناس اللي قراب من البوليس أو لا ناس لعملاء ديال البوليس هذا يعني كيبين بأنه كان مشكل حقيقي ديال التدبير وديال الشفافية المالية ديال الوظيفة الأمنية ولكن ما الشي معناه أن هاد النسادو في المطلق رهم كياخدوا شي حاجة لخيالية الأغلبية الساحقة فيهم كيضربوا تمراء وكيعانيوا شأنهم شأن الأغلبية الساحقة ديال المواطنين بل دكورت ده بعد المقدمين الأغلبية الساحقة فيهم ما زال خدامين لحد الآن بليكنترا ديال الإنعاش الوطني اللي كيشدوا فيهم قلم نسميك وكيبقى إلى كتكون ينكس نوار اللي غدي يدوروا معاهم وفق درجة ديال القرب وفق درجة ديال الاندفاع اللي غدي يبينوا عليه في الخدمات ديالهم ولكن الوضعية ديال الأغلبية الساحقة فيهم مزرية زع ما ماشي وهذا نوع مليك تعطيه واحد السيد كتعطيه واحد السلطة قاهرة على المواطنين وفي نفس الوقت ما كتخلصوش مزيان كتقول لي شيد رشوه حتى هناك يخص واحد تدقيق هو أننا نحن جايين من العقلية ديال أن من اللي كان المالي كيعطيه يعني الظاهير الواحد اللي كيقول لي قيد في واحد المنطقة ما كيعطيهش أجراء كيعطيه الحق أنه يفترس الناس اللي هو قيد عليهم وكيعيش من هاد الافتراس هادا هو والمخزنية اللي معاه والموظفين اللي معاه وهالو مجرم هاد شيء بدينا كنمرو الدولة حديثة اللي فيها منظومة ديال الدخل بضرائب قانوني اللي كيتوزع وفق ميزانيات وكده ولكن بحال كيمكن لنا نقوله أيضا عن العنف ديال الآلة الأمنية اللي كان عنف يكاد يكون مطلق إلى حدود هذه يعني بضع عقود واللي الآن ما بقاش زع ما الواحد كيشوف جدرمي في العربية وكتشدوا الرهباء أو لا كيشوف الرهباء في المدينة وكل شيء الناس كتبدا كتجري لديورها خايفة لا يديوها تبات وما تعرفش فين تصبح لغد ليه بزاف ديال الحواليش التطورات ولكن باقين بعاد جدا على أننا نكون وصلنا للمستوى ديال دولة الحق القانون دولة المؤسسات دولة الشفافية في التدبير المالي دولة المساواة ما بين الأطور ديال الدولة سوّلتيني قبيلة على المؤسسات هنا تكلمنا على جزء منه الجزء الآخر هو البنيات كبرنا مع الصورة ديال التعديب در المقريد، در مولي الشريف، الكوربيس، الكمبلكس، التبيف، ترواق، العزمقونة، أقدز، تازمامارد إلى آخره اللي كانت معاقل ديال القانون المطلق، يعني يلا مشات منك الإنسان كي يعرف بأنه وراء غديب خاكي يتعدب بدون ما يعرف الأجال اللي غدي ينتهي فيها التعديب وفي الغالي يقدر يعني يخرج ممسوس في قدراته البدنية أو العقلية يمكن يموت، يمكن تمر سنوات وعقود وهو مغبر بدون يموجي بحق عشنا أيضا المراحل ديال كيفاش كانوا كيتيريو في عبض الله بالمروحيات في الريف 1858، بالدبابات والمروحيات في الشوارع ديال الضر البيضاء في 1865، في 1881، دكشي اللي وقع من مجازر في الشمال وفي مراكش في 84، في فاس في 1990، الآلاف من الضحايا من الأبرياء العزال، من الآلاف من المسجونين لعقود طويلة لأن القو رسهم تماك وأن الدولة تخلق الإرهاب باش الناس تحد ما بقي يقول آح أنا بغي نحتجع لي أنهم زادوا في الثمن ديال هادي أو لا ما خلقوا لي الشروط المريحة ديال الشغل، هذا شي كله كنظن بأنه مبقاش ممكن، فهذه المرحلة هادي بهذاك البشاعة اللي كانت، ولكن باقي لحد الآن السلوك ديال الجهاز الأمني بمعناه العام لا يخضع لما يكفي من الرقابة، من الإشراف، من النقاش العمومي، اللي يسمح أننا نقوله وصلنا للقانون اللي كيولي فيها الحكمة الأمنية الجيدة كالضمن أن المواطنين كيطمعنوا الأمن ديالهم وكيرتاحوا وكيانتظروه ماشي كيخافوا منه هذا الشيء يعني جاء بتطور اللي اقتضى صراع مرير جدا من طرف المجتمع المغربي واللي ضحوا فيه بزاف ديال الناس، ولكن باقي لحد الآن ما عندنا أي ضمانة أن التعليمات اللي غادي تقول اللي قالت في العهد ديال الحسن الثاني الجادارمية، صيروا هزو الناس من السجن، وديوهم لتازم مارس، واللي قالت للبوليس، صيروا اديو هاد الناس هادو وغبروهم في دلمولي الشريف ولكده، واللي قالت للعسكر، صيروا وبنيو تازم مارس، وستعدوا أنكم توجدوا في هاتمك الناس، اللي قالت هزو العائلة ديال أفقير بما فيهم طفل اللي كان في عمره أنا دك ثلاث سنوات، وديوهم غبروهم أبدا 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 وما غادي يخرجوا حتى لتقريبا عشرين عام من بعد، بعدما أقعت فضيحة دولية اللي العالم كله لكي يقول أشهد الكارتة من مجرمين دمويين اللي كي يقودوا المغرب، هادشي ما زال ما عندنا أي ضمانة لأنه لحد الآن كان يعتبروا بأن البوليسي كي يعتبر بأن التعليمات ديال رئيس دياله أقوى من القانون، ولأنه ما كينش آلية اللي غادي تراقبه واللي غادي تردعوه، ولأنه ما كينش سياسة اللي كتسمح أنه أولا الإشراف كيكون من طرف مؤسسات واضحة، اللي هي الحكومة، الحكومة فيها وزير أول اللي كي قرر البرنامج العام بما فيه البرنامج الأمني واللي كي يجعلوه محط صويت في البرنومان، والبرنومان كي يجادل فيه وياخد ويعطيه، وكي يحدد الإطار يل العمل ديال المؤسسة الأمنية